أعود إلى ملف كوريا الشمالية حيث ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغد خالد خيري خالد تفاؤل بومبيو حول نتائج اجتماعاته بشأن ملف كوريا الشمالية هل يصل إلى حد الإيمان التام بوفاء بيونج يانج بتعهداتها بشأن نزع سلاحها النووي وخلو النواية الكورية من أي منورات سياسية؟ يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد دليل دامغ بأن كوريا الشمالية قالت أنها ستتخلى عن أسلحة الضمار الشامل وسيتم تفكيك كافة المفاعلات بها ما يتحدث عنه بومبيو هو الخطوط العريضة لحجم التفاؤل وحجم التنصيق في الاجتماعات بعد قليل دونالد ترامب سيلتقي مايك بومبيو وسيتسلم رسالة من نائب زعيم كوريا الشمالية وما معلمناه من مصادر هنا في البيت الأبيض أن الرسالة تؤكد على أن زعيم كوريا الشمالية يرغب في انعقاد هذه القمة في سنغافورة ولديه الاستعداد لتقديم المزيد من التنازلات بشرط أن تقدم الولايات المتحدة أيضا ضمانات أمنية وضمانات بحزمة اقتصادية حزمة مساعدات اقتصادية لكوريا الشمالية وأن يتم إلغاء تماما فكرة التعامل بالنموزج الليبي معه حتى هذه اللحظة لا توجد تأكيدات أو ضمانات من كوريا الشمالية بأنها ستفعل ما تريد واشنطن إذن هل واشنطن من الممكن أن تتقبل ذلك؟ نعم هل واشنطن من الممكن أن تتقبل ذلك؟ يعني أن تقدم بيونج يونج تنازلات ما مثل تزامات معينة بحدود أنشطتها النووية مقابل كما ذكرت أن يكون هناك نوع من أنواع الحزم الاقتصادية المقدمة من قبل واشنطن هل هذا السيناريو مطروح لعقد القمة؟ يعني طبعا مايك بومبيو أخبر الجانب الكوري الشمالي بأن لا قمة ستعقد ما لم تخرج كوريا الشمالية علنية أمام العالم وأمام وسائل الإعلام وإعلانها رسميا التخلي عن السلاح النووي أيضا هناك مشكلة في هذه المفاوضات حاليا وهي أن كوريا الشمالية تقتنع بأن امتلاك السلاح النووي هو خط أمام لها في مقابل الطموح الأمريكي وأي مشكلات تسببها الولايات المتحدة لها في المستقبل واشنطن تحاول إقناع كوريا الشمالية بأن حزمة مساعدات اقتصادية وضمانات لبقاء هذا النظام هي البديل عن السلاح النووي هذه المشكلة هذه المعضلة لم تحل بعد ولذلك كما ذكرت لك كوريا الشمالية لم تعلن رسميا حتى الآن بأنها توافق على نزع كل أسلحتها النووية وهو المطلب الأمريكي لإنعقاد القمة ولذلك البيت الأبيض يقول أن ترامب وحده هو من سيقرر أن تعقد هذه القمة أم لا خاصة في ضوء هذا الخطاب الذي سيبلغ نائب زعيم كوريا الشمالية ترامب بأنهم يريدون إنعقاد هذه القمة ولكن كما ذكرت لك دونرد ترامب شرطه الوحيد هو الإعلان رسميا عن التخلي عن هذا السلاح قبل أن تقول لهم واشنطن ما هي المساعدات الاقتصادية هذه هي إحدى المشكلات أيضا نعم إذن لازالت ظروف عقد القمة معلقة لحين التباين من نوايا كوريا الشمالية حول برنامجها الناوي والسلاحي الناوي شكرا جزيلا لك من واشنطن مراسل الغد خالد خيري ترجمة نانسي قنقر